السلام عليكم في هذا الفيديو حنحكي عن آخر كتاب على ما أعتقد نزل للسواح بالوقت اللي بسجل في هذا الفيديو عبادة الأحجاء عند الساميين وأصل الحجال السود وماذا الكتاب عباة عن فصل الأول اللي بخص العنوان اللي هو عبادة الأحجاء والشغلات هاي وكيف أصلا إنسان بالنشيع بلاي الشغلات أو مع عبدها حسا أوضح لشو قصدي وكيف بعد هيك طوال الموضوع وكيف بعدين وصل الموضوع الحجال الأسود للكعبة وهبلش ودخل الهبل بالموضوع وباقي الكتاب يعني الفصل الأول بنقش العنوان اللي هو عن موضوع عبادة الحجال الأسود وهي الشغلات وباقي الكتاب مجموعة دراسات متنوعة لفاس السواح طبعا كل دراسة من الكتاب اللي هي تقع بهاي اللي هي أغلب الكتاب كل واحدة عن موضوع معين المهم بيبلش الكتاب يتكلم فيه الأستاذ فاس السواح عن أديان ما قبل التداخل اللي هي الأديان العصر الحجال والحجال النحاسي مضعك بالأفضل الأسماء تعيتها وبيبلش يشرح لك كيف الإنسان القديم بلشت فكرة الدين عنده مع فكرة الجنائز الجنائز يعني الموت الدفن كيف بلش الموضوع مع الدفن وبعد الدفن الإنسان تطوى شوي شوي فبلش يعمل طقوس وبعد الطقوس كمان بلش يآمن بإشي معين ولكن هذا الإشي مش إله يعني هو استعمل تعبير الألوها بس إنه مش إله مشخص يعني الإنسان القديم برأي فاس السواح وإنسان العصر الحجري ما كان يعبد إله مجسم أو إله شخصي لا بل كان يعبد الإنسان القديم طاقة ممكن نحكي سبات أو روح مثلا ممكن نحكي إنه كان الإنسان القديم يعبد يا سيدي طاقة ما ولكن إحنا ما بنقدر نحكي إنه إله كل هذا الإشي صعب جدا أما تفسير فاس سوحنا موضوع عبادة الحيوان أو عبادة كمان الحجر بشكل عام وهذه الأشياء فبداية الكتاب أقول لك إن الإنسان القديم إنه قصده إنسان ما قبل تاخل حجة أو كذا ما كان يشوف بالحيوانات إنه معبود يعني ما كان يعبدها لذات الإنسان القديم هي وجهة نظرة فاس سوح طبعا اللي أنا أتفق معاه فيها يعني فعلا طول حياتي بحكي يعني كيف الإنسان دي يعبد حيوان بوكله وبسلخه وبعمل منه أكل زيكي يعني طول حياتي بتسأل نفس هذا السؤال فاس سوح بقول لك بساطة لا الإنسان القديم مع بداية الحيوانات هاتم كانت تجوضل هكي بالكتاب يعني للتفصيل والمصادر والشغلات هاي بالعكس الإنسان كان ينظر مثلا للحيوان على إنه رمز لإشي أكبر من هيك هذا الإشي هو العالم الموائي يعني الحياة ما بعد الموت يعني أو إنه مثلا وين بتوحد بشكل عام بشوف بالحيوان رمز لإشي معين ممكن بشوف مثلا في هذا من عندي الحكي ممكن بشوف مثلا في إنه هذا الحيوان مثلا عمز لقبيلتي إشي الله أعلم بس فاس سواح بيقول لك إنه كان حيوان مجاد عمز لإشي أكبر من هيك تمام هذا الموضوع فيه شرح طويل جدا لا أدي عني الفهمت أنا عندي مشكلة بموضوع العصة الحجر يعني قائمة كثيرة كتب زي ما تشايفين لفاس سواح بهذا الموضوع بس دائما بحس بصعوب مستيعاب أقول إنه جدي معقد موضوع ديان العصة الحجر المهم بيظل الإنسان الحجر يطوى بموضوع العبادة وبنخلص بالموضوع التقوص الجنائزية اللي هي ماذا بادل موت وبعد ذلك بطلع الإنسان وبيطوى شوي شوي وبعد ذلك يتخيل إنه الإنسان لما يموت بيظل إله هيك إله هيك كيف دبوا لكم إلا خلينا نستعمل مصلحات تعيتنا عشان نوصل الفكر اللوح تعيته مثلا بتطلع اللوح تعيته بتنتقل لإشي ثاني وحتى ليقيوا بعض الكهوف في فلسطين حسب كلام السواح وبعض المقابة اللي كان فيها كثير جماجم باجح السواح حونا إنه السبب إنه كان فيه معتقد عن أهل فلسطين بالذات النوح فعلا بتظل موجودة داخل الجمجمة وكأنها بتاجع أو إشي إشي بهذا القبيل فالمهم بدون دخول للتواصيل الطويل هاي لنا بدنا نختصى وبديش حكي كثير بالموضوع بظل يطور الموضوع بعدها بصاعنا إنه روح الإنسان كلما كان أهم بالدنيا كلما صارت أهم أوصائلها الشكل أفضل يعني أوضحها أكثر واحد مات معه في نور الزلم كويس إنسان صالح إنسان مش عاطل ما عمل أي شي عاطل بحياته هذا الشخص لأنه كويس كان يعمل له مثلا تقوس تقوس تخليداً لإله تمام هاي تبسيطاً للفكرة تعيطه طبعاً هو ما حكي أنا بحكي حسب فهمي أنا والمعلومات اللي وصلت لتمام إنه الإنسان المهم القديم صار يعمل تقوس بعدها موحد مثلاً مات مهم عنده يعمل له تقوس معينة وهذه التقوس بعدين صاد متواثة وبعد يك صار أي حد يموت من القبيلة إلى مكانة عالية تصال له احتعيته إشي مهم إشي مقدس تصير فهم عليه كيف مش إنه بيعبده إنه هو الله لا بل بعطيه تمجيد وحتام كونه هذا الشخص كان إشي كويس في الدنيا فأكيده احتعيته بعضه إلها مكان جداً عظيم أو إشي بهذا المعنى بالطبع الموضوع بعدها بنوصل لعبادة الأسلاف اللي هسا قبل شوي لمحت عليها لما قلت أنه بعدها صار إنسان يعبد يعبد إنسان وكذا بعدها بندخل بعبادة الأسلاف نوح أنه صار يعملوا زي مجسمات للناس طبعاً مش مجسمات حقيقية يعني حجة مثلاً معين حيوان معين بمز لهذا الشخص اللي مات بالطوال موضوع أكثر من هيك وبندخل بعدها بعصة الأمومة بعض العصة الأمومة ما كانش في تصوى لأ الله أو الإله كان فقط تصوى مثلاً لجسم الماء مثلاً اللي بتكون مثلاً ناصحة وكذا ممكن إذا بحثت بأديان العصة الحجر القديم تلاقي هاي الأسمات للنساء اللي تسمهم جاي ناصحة من المناطق معينة وضعيفة بمناطق ثانية مثلاً هنا في عنا الصور اللي هون لهاي السيد اللي هون مثلاً أعتقد إنهم بينه هاي بتامز مثلاً المناطق الحيوية فيها المسؤولة عن الإنجاب بعملوها كبيرة مش لأنهم بعبدوها بل إنهم بتامز للحياة ممكن نحك المهم بدون تطوير كثير بعدها بندخل يعني في كثير تفاصيل بعض الموضوع لهذا لتاع أديانة الكنعانية بس أنا بدي أختصار يعني بعدها بندخل لك على موضوع العبادة وباقي زي سواحنا على أديان كنعان اللي هي أديان الشمية وبقول لك السواح إنه حتى الأديان مهما ما كانت وثنية ما كان يصور الإله تصوير كامل يعني ملامح الإله وكذا دائماً يعملوها في يخفي ما يحطوا له كله ملامح ما يعملوها دائماً يمنزهينه يعني هذا اللي بده وصل له ولكن مع الوقت صاف علينا في صوال الإله صاف مثلاً إيه اللي هو صوال خاصة فيه بيع اللي هو صوال خاصة فيه ومحذ ذلك كان مثلاً ينعمل مثلاً صواء أو مجسم أو حتى حجر لهذا الإله مخصص فيه للتوجه إله بالعبادة ولكن هذا الحجر لا يضع داخل المعبد يعني إذا في مسجد عندك وعندك أنت مثلاً صواء مثلاً للإله تحضر المسجد أو الكنيسة أو أيش مكان اسمها أو أيش ما يكون اسمها هذا المكان أنت حتعبد في الإله تمام بس مش هتحض داخله مثلاً صواء للإله اللي أنت بتعبده وسط كيف الفكرة وممكن تلاقي عبابي مثلاً المسجد أو المكان المقدس هذا مثلاً صواء للإله تمثال للإله بس داخله مش هتلاقي وسط الفكرة كيف هو قصده يعني فظل الموضوع يتطوى زي كذا وموضوع تصوير الإله كان مع الوقت يعني ما كان ناء وحدة أنه مبلش يصويره هيك لا الموضوع أخذ سنين بس السؤال اللي بيسأل حاله طب ليش الناس يعني كان يعملون آلهتهم مثلاً أماكن زي حجار مثلاً أو تمثيل السبب ببساطة أنه هذا الموضوع بيعمل زي مجال زي وسيط إله للإله مثلاً يعني مثلاً كان يعبدوا مثلاً الأسلاف عشان يتوسطوا إلهم مثلاً بالحياة ما بعد الموت مش إله ما كان في إله فهذا سوح برد عيد فهذا سوح بقول لك أنه ما كانش في فكرة للإله إلا مع الأديان التعددية ممكن نحكي يعني أديان مصر قديمة أديان مثلاً شو بسموها أديان الوضافدين هاي الأشياء قبلها ما كان فيش اسمه آلهة كان في مثلاً روح مثلاً كان في مثلاً طاقة إشي زي هيك وعفاك يمكن خزع المجد بيقول إشي زي هيك كأنه بيقول هو أنه الصحة هو الأساس فبغض النظر عن هاي اللقطة أنه الإنسان المؤمن القديم كان يحاول يعمل تصوى أو إشي أنه يعبد أو أنه مش يعبد الحجالة مش يعبد مثلاً هاي العلبة لذاتها لا كان بس هيك يعملها تقوش شغلات ولكنه ما بعبدها هو بعبد هي عمز لإشي أكبر من هيك المسيح مثلاً بعضهم بسجد للصليب ولكنه لا يعبد الصليب المسلم مثلاً قبل الحجال الأسود ولكنه لا يعبد الحجال الأسود البوذي يسجد لصنع بوذة ولكنه لا يعبد بوذة طيب اللياتش مثلاً المصاع مثلاً لما يدخل الحال ما بيجي ناسك بعملوله وبسجلوله هاي مس سجود عبادة بل سجود احتام الصيني بنحني ولكن هذا لا يعني أنه كمان بعبده بل هو احتام يعني الموضوع جاي كأنه كأبدأ قلكم إياها جاي كأنه بس هيك وسيط بس الحجال مجاهد وسيط لأكثر ولأقل فوصلنا هالسنة نتيجة أنه أغلب الشعوب العالم كانت لما تعبد ما تعملوا التصوى أو التمثال داخل المكان المقدس فكانت تحطه بمكان جنب مثلاً بعد ما بيجي فاس يحكي لنا عن جزيات شبه العابية كتبت غلط حكيت غلط ما ما أعلن المهم يعني بيجي يحكي لنا عن أديان العاب القديمة ولما يحكي لك طبعاً ببداية بيعطيك تعرف بسيط على الأديان تلعاب ويقول لك أنه صعب الواحد يقدر يلاقي مصادر لهذه الديان العابية القديمة لأنه بساطة الديان الإسلامية لما طلعت تمسط جميع الأديان القديمة التي طلعت به المنطقة ولكن في بعض الماجعة ولكن للأسف تاجع لبعض الإسلام بتصوى صوى معين للديان المنطقة السوح بيقول لك ببساطة وبتبنى وجهة نظار لبعض الباحثين اللي بيقولوا لك أنه فعلاً ديان تلعاب القديمة كانت زيها زي أديان وضافدين كل هاي الأديان والآلهة اللي كان يعبدوها الناس في شبه الجزيرة العربية كلهم كان يعبدوا نفس الآلهة ولكن الأسماء تختلف بين عشياء والثانية ولكن نفس الآلهة بيعبدو ولكن الأسماء تختلف والموضوع كان بالنسبة لهم حتى الأديان القديمة اللي هي تعيد شبه الجزيرة العابية إنهم كلهم بيعبدوا بواحد ولكن اسم الإله بختلف يعني مثلاً كلهم بيعبدوا الله من الآخة ولكن الآلهة هاي ما هي إلا صفات تصوى بواحد وصلت كيف الفكرة هاي وجهة نظر من وجهة نظر العاضة هو بتبنيها حسب ما أنا فهمت من كلامه والمهم بعدها بالطوافة واحد بصير يقول لك عن هبل وعن مينات وعن الآلهة والثالوث العابي والأخ بداش تخل بالتفاصيل وبعدها بتخل لك عن موضوع اللي إحنا بهمنا اللي هي كعبة أول شي بقول لك إنه كان فيه كعبات كثيرة عند العاب وكان فعلا كل قبيلة وكل إله إله كعبة خاصة فيه يعني مثلا شو كان اسمها منات كأنه منات كأنه مضعف شو اسمها إلها كعب لحالها هبل محضوط بالكعب الأساسية مضعف مين الإله الثاني إله كعب لحال وكان فيه كثيرة كعبات قبل الإسلام وكل إله إله كعبته الخاص طبعا هذا صحيح كل إله له كعبة الخاصة ولكن فاسة وحنا بيستغرب أنه كل العاب كانوا يعتافوا بشهاد القرآن وشهاد حتى الشعار اللي هو جابه الشعار الجاه كل العاب كانوا يعتافوا أنه الله هو أكبال آلهة طبعا الله طبعا معبود من قبل ما الإسلام يجي يعني بشبه جزال عربي كان في إله بياه اسمه الله هو المعبود فاسة وحنا بيستغرب بيقولك طب إذا كان الله هو الإله المعبود الأكبر بين آلهة العاب وين الكعبة تعيته ليش الكعبة تعيته اللي هي الكعبة الأساسية اللي أجعلها النبي محمد كان داخلها تمثال هبل هذا السؤال بحياة السواح يعني هو بيقولك كل كعبة كانت خاصة لإله معين ما هيك الكعبة الخاصة ب الله الكعبة لإله ملوش كعبة بل الكعبة اللي بدأ المسلمين نهائله كان داخلها هبل ليش ما بنعافش فاسة واح ما بعافش السبب بس بلمح لعالموضوع وفعلا أنا خطأ بالي فهم إنه هو يمكن قصده إنه الله هو نفسه هبل ممكن لإنه لو نتطلع كويس على صفات مثلا الإله هبل هبل حسب الغوايا الإسلامية أجا هو إله شامي أجا من الشام والشام بعبدوا بعل وإيل وبعل كان هو منافس مين إيل واحدة من أسماء الله إيش هي إيل جباء إيل ميكا إيل فهلسه وحونا قصده إنه كان في صاع مثلا بين الإله إيل اللي هو الله بالأتقد الإسلام ومأخذ الأتقد يهودي وبين بعل لا أعلم أنا هذا اللي فهمته أنا خطأ بال الموضوع هيك وأنا عفوك كتبت هذا الموضوع قبل الفيس وكذا إنه يعني حتى القوان يعني ما أخذ عداوة من بعل أتظرون بعلا على ما على ما تقول آية أتظرون بعلا ومأبع شو بقيت ولكن حتى رقان يعني ذكا بعل خذ منه موقف فهل كمان الإسلام أجي وأخذ موقف ضده بيكون إيل هو الله الله أعلم ما علينا من الموضوع بعد بتكمل عن الحجال الأسود بعد ما يحكي هاي المقدمة الطويل جدا بعد المهم السواح بيقول لك بصفحة مية وآبا كلام مهم عن الحجال الأسود وبيقول لك عن الأخبار والأحاديث إنها بتفيد إنه فعلا الحجال أسود نزل من السماء ولكن هو فعلا بسدق بيقول لك على الأغلب إن الحجال الأسود مجرد حجال موجودة بوسط الطبيعة بس يعني وما بيشوف إنه الأخبار اللي عنه بتحكي إنه نزل السماء هذا بيشوف فعلا بيقول لك شأنه في ذلك شأنه بقية أحجال آلهة العاب وآلهة الشعوب السامية الأخرى زي ما قلنا قبل شوي كمان وإن ما حتش لهالموضوع يعني مثلا حجال طويل أو حجال مجاد حجال مثلا وتحكي هذا هو مثلا الإش المتقاب في للإله يعني هاي الصوات أقابية مش كلام في السواح بالضبط وليس نصا ولكن الحجال كانت فقط أمز للمعبود أنت تتوجه لهذا الإش عشان هذا الإش المادي بابط بالإش الموائي أتمنى شاح يكون مفهوم لأنه بعدها بقول لك ساح بكمل وبقول لك بعدها بقول لك يعني بمعنى أنه هذا الحجال شو اللي دخله كمان يعني هذا الحجال الأسود طيب مدامه حجال عادي ومدامه حجال مش مهم يعني ليش نحط ذاك باكن الشاقي قز عن الكعبة وبعدها بقول لك فمن الموجح أن ذلك جاء بعد أن أكد النبي قداسة الحجال قولا وعملا وبعد أن توقفت التقوس الوثنية في البيت وكثر عدد الحجاج الذين يغبون في لمس الحجة والتباق به وبما تقبيله كما أوى عن النبي أنه فعل فعل وذلك في القول المشوى لعمر بن الخطاب لو لم الله سول يقبلك لما فعلت إذا كان هذا الاستنتاج صحيحا فإن القصة الوعدة في السيرة بخصوص عدد بناء وتاميم الكعبة وتكليف محمد وهو ما زال في سن الخامسة والعشرين بوضع الحجة في مكانه هي مجاد قصة من قصص السيرة التي تهدف إلى عاصم صورة رجل الكامل للنبي قبل البعثة ولا يمكن التعويل عليها يعني بنطقت كمان قصة السيرة السؤال المهم ولكن إذا كان الكعبة بيت الله والحجة الأسود هو رمز الماء الذي تقام أمامه الطقوس فما الذي يفعله صنمه بل داخل الكعبة زي ما قلت قبل شوي وهل لديه هنا إلها معبود ولا إلها معبودا لا إله واحد فالإجابة عن هذا التساول أنا أقف إلى جانب أبصامين زيدان الذي لاحظ بحسه الإبداعي إن اسم هوبل لا أشتقاه له في اللغة إلى أخير إلى أخير ولكن بقول لك أنا عاجز قدام هذا السؤال إلى أخير إلى حد ما يوصل لكلمة وهذا يعني إن العابة الذي نصب صنمه في جوف الكعبة لم يقصد إضافة إله جديد لبيت الله بل إلى نصب صوام حوت له تحت لقب هوبل سيد أبواب وبذلك تعاشق صاشو العبادة والقنية الأفه يعني صنم هوبل بمثل صنم الإله اللي هو الله حسب كلامه يعني لأنه ببساطة هوبل هو أو الجسر هوبل كمعنى بتعني السيد وهكذا يعني طبعا هذا الكلام يعني هو بقول لك أنا عاجز بس هذا استنتاج يعني وانا صدقنا شخصين لا أتفق معاه فيه أنا عندي وجهة نظرة ثانية يعني أو حتى لا يعني ما بشوف إنه الله هو نفسه يعني ما بارف يعني أنا بحس إنه الإسلام ما أخذ موقف عدائي من خبل يعني أو بعل مش موقف السيد وكذا يعني يعني هذا وجهة نظرة وممكن أغيى وجهة نظرة أنا بعدين طبعا أنا مش بنتقل أنا قاعد بحكي يعني أفكاجتني وأنا بقى بالحكي وأخيان يبقى السؤال في ذهن القائل الذي تابعني عبر هذه الدراسة يطلب الإجابة وهو كيف يتحول حجان عدي تم اقتلاعه من وصل الطبيعة إلى حجان مقدس يحلو فيه الإله كلما آد عباده التواصل معه وما الذي تغيى في الحجة بعد دقله إلى المقدس مما لا شك فيه أن الحجة الخام الطبيعي كان يا مو بتقوس من شأنها أن تنقله من مجال الطبيعة إلى مجال القدس ودليلنا على ذلك ما وصلنا عن الثقافة البابلية والمصري من وجود تقوس تغيى من طبيعة الصنم وتحوله من حجة أصم واشر النحاة إلى مستقبل الطاقة القدسية في المعجة الطويلة إلى خلق فبالأخي أبوصل لآخ سطر ويقول لك مثل هذه الشعاء لابد وإنها كانت تقام نصب الحجة ولكنها هنا أكثر ببساطة ومنها ما قام به يعقوب في سفة تكوين عندما صب الزيتا على الحجة الذي نصبه قبل أن يدعو بيته هذا آخر كتاب يعني هذه مرخصة كتاب بتاعه ويقول لك ببساطة شو منه إن أجد فكرة الحجة ومنه ليش الإنسان أصلا كان يعتبر هاي المواضيع مقدسة هس الفكرة من الكتاب مش إنك تفهم عن جد الإنسان عبد الحجة الحجة الإله بشكل عام أو الله أو إله ثاني إحنا ما منشوفه فعشان يكا لازم يكون في رمز إحنا نشوفه عشان الإنسان بيحب نشوف الشغل اللي بعبدها فالحجة الأسود أو صنبوذة أو أي شي ما هو إلا رمز للإشي اللي إحنا منعبده يعني المسلمين ما بيزبط نحكي عنهم بيعبدو كذا ولا هاي فكرة السواح وبس بيقول لك هذا مجاد ضمز بتوجه إله الشخص اللي بعبد عشان يحس حاله فيه تواصل بينه وبين الإشي اللي ما بيشوفه اللي هو اللامائي وياك أنا بكون خلصت الفكرة تعييت الكتاب وهو زي ما قلت هو هاي وجهة نظر بس أنا عندي وجهة نظر ثانية بنسبة الحجر الأسود وهذه وجهة النظر أنا جبتها أو يعني عجلت خطط بالي لما كنت أقع عن الهندوسية ولما سمعت لسلطان الموسى الموسى سلطان الموسى الموسى البحث السعودي كان أجب اجتهاد إنه في الأغلب عم النبي كان يعبد الإله الهندوسي شيفا وهذا الموضوع على فكرة الممكن يقول لك سلطان الموسى إنه عم النبي كان يعبد الإله شيفا وهذا هو جاب أدلة والفيديو موجود على اليوتيوب ممكن تلاقوه يعني إذا كتبت سلطان الموسى عم النبي وعلى فكرة أنا خطأ بالي موضوع لما سمعت سلطان الموسى وكنت كمان بتصفح كتب خزع الماجر الحضارة الهندية وعلى فكرة هذا هو الإله شيفا الذي ما بعرف منه وهذا هو شيفا إله هاقص بالدماء عند الهندوس إذا صح كلام سلطان الموسى فعلى أغلب الحجر الأسود ممكن يكون يتأخذ من عند الهندوس أو من عند ثقافة الهندوس لأنه اللي بيقع عند الهندوس لما يحكوا عن الإسلام أو يسمع مثلا محاضرات سيسمع كلام غايب سيسمع أنهم بعض الهندوس بيقولوا أنه محمد كان عبد للإله شيفا ودليلهم على هذا الحكي الحجر الأسود والكعبة لماذا هم يحكوا هذا الحكي لأنه ببساطة شيفا حسب أساطيهم كان معايش يشبه الحجر الأسود دائما تبحث على صور على شيفا حتى يجنبه حجر أسود فممكن إحنا أخذناها من عند الهندوس طبعا هذا الإشي ضعيف جدا وأنا باجه أنا ما بحكيش أنه هذا الإشي صح بس ممكن فعلا إحنا أخذنا من الهندوس شوي وكان في كتب كثير بتحكي أنه صحف إبراهيم ومضاع شو طبعا لا أتفق أنه نقلل من الفيدة دينيا ولكن ممكن كمضاها دينية ممكن طبعا هذا الموضوع كبان ما عندي يقين فيه لأنه ما قاءت هذا الموضوع أنا سمعت سماعي من واحد هندي صراحة يعني سمعت من واحد هندي بعدين أقبضت كلام سلطان الموسى وبعدها صوت اطلع أصوأ لشيفا تمام وشويت أسطائله فهذا الكلام ضعيف لأنا بقوله ولكن أنا بقول إنه هذا استنتاج عندي ثاني أنا للموضوع إنه ممكن الكل أخذناها من الهندوس أو ممكن لا ممكن كلام كله غلط وممكن كلام فالصباح غلط وممكن فعلا القصة الدينية صحيحة إلا إنه فعلا ما أعوال كثير على الصياء والشغلات هاي لأنه أغلب الحكي البالصياء ضعيف ونحن نعف وكل أحديث أحد على كل إن هذا هو نهاية الفيديو وأتمنى تحكوين نشواء لكم بالكتاب وآسف جدا عشان لأخبطت الدنيا بس أنا كنت تحكي بحاول باستعجال وحاول أخص الفكر لإني ما بدي تشعع بكثير فهذا السواح مشكلت بالكتاب هذا بالذات بأول قسم أحسيت بتشعع بكثير عشان هكتب ولت تشعب حتى ما تشعب يعني كلام شوي دسم وصعب ينفهم ببساطة فحاولت بسطة يلا سلام وشافكم نشارك في الفيديو الجاي